الصين تدخل مرحلة جديدة وجدية في تصنيع السيارات ذاتية القيادة، فبعد أن أطلقت شركة دونكفينغا الصينية لصناعة السيارات السنة الماضية تجربة ركوب مجانية لسيارات الأسرة ذات القيادة التابعة لها بمدينة وهان بوضع أكثر من أربعين مركبة ذاتية القيادة أو ما يسمى بروبو تاكسي على ذمة المرة لاستخدامها مجاناً، انتلق في مركز الصين الدولي للمعارض في بيكين المؤتمر العالمي للمركبات الذكية، المعرض يستمر أربعة أيام وتعرض فيه الصين آخر ما توصلت إليه من أبحاث تطوير تكنولوجيا السيارات الذكية ذاتية القيادة، كما سيتم عرض نماذج من السيارات والمركبات الذكية التي تم تطويرها وتجربتها في شوارع بيكين ومدن صينية أخرى، ومن ضمن الأبحاث التي تقتضيها صناعة السيارات الذكية ذاتية القيادة برمجتها بما يتتابق وقواعد السياقة وقوانين المرور في البلاد. نحن ندعم إجراء التجارب وإدخال اللوائح المحلية على القيادة الذاتية، وذلك لتجمع الخبرة العملية في دعم وتحسين القوانين المتعلقة بالقيادة الذاتية. يذكر أن وزارة النقل الصينية عملت منذ السنوات الأخيرة بقوة على تشجيع تطبيق جيل جديد من تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في صناعة النقل، ونفذت الوزارة سلسلة من المشاريع التجربية للقيادة الذاتية التي تم تطبيقها على نطاق واسع في حركة المرور في عدد من مدن البلاد، وفي مركبات الشحن البري والنقل والخدمات اللوجستية وتشغيل الموانئ وغيرها من المجالات التجارية والصناعية.